وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكد النواب من المجلس أن التقرير المعروض أمام المجلس بشأن الحساب الختمي لعام 2020-2021 يعد الوسيلة الأساسية لقيام البرلمان بدوره الرقابي على الموازنة العامة للدولة والذي يساعد في رسم وتحديد السياسات المستقبلية الحساب الختمي يعد أحد الأدوات البرلمانية الرقابية الأساسية لمجلس النواب لأنه يعد المتابعة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة أيضا التوصيات التي تصدر من خلال تقرير الحساب الختمي يتم الاسترشاد بها والأغذي بها في وضع السياسة المالية وخطة الدولة خلال السنوات المقبلة ويكشف الحساب الختمي عامة إذا كانت هناك مخالفات مالية قد حدست أثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة من عدمه حدث تاريخي أنا بسميه في وجه نظري لمجلس النواب لأنه ده أساس الدور الرقاب للمجلس بيقوم به في الدور لانعقاد التاني والحقيقة أنه كان فيه مناقشات مثمرة جدا حابب في الأول أتقدم بالشكر للجهاز المركز المحاسبات على تقريره الأكثر من رائع الحقيقة واللي وضح فيه كل الملاحظات اللي يجب على الحكومة أنها تاخدها في الاعتبار تجاه مناقشة الحساب الختمي للحكومة ولوحدات وهيئات الحكومة الخدمية والاقتصادية